تحذير جديد من ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية في العراق أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال مشيرة إلى الأثر السلبي لتداول تلك العملات على الاقتصاد الوطني لإمكانية استخدام الأموال المتحصلة منها في تمويل الجرائم الخطيرة كما إنها تعتبر بابا من أبواب عمليات غسيل الأموال ووفق مختصين فإن ضعف النظام النقدي وغياب الحوكمة الإلكترونية عاملان يسهلان عمليات التداول بالعملات الرقمية لتكون جزءا من عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي كبلدان عربية حاليا ومن ضمنها العراق ما ممكن أنه يتعامل بالعملات الرقمية لأنه النظام المصرف عدنا ضعيف وكذلك النظام الحوكمة الإلكترونية غير مفعل في العراق وبالتالي صعوبة معالجة أي خلل يحصل في الجانب الإلكتروني للعملات الرقمية تحذير القضائج عاقب قرار البنك المركزي بمنع التداول والمضاربة بالعملات الرقمية عبر البطاقات والمحافظ الإلكترونية في العراق محذرا من مخاطرها لعدم خضوعها لأي ضوابط أو تشريعات رقابية وقانونية داخل البلاد ويدعو خبراء الاقتصاد إلى زيادة الوعي والتثقيف إزاء مخاطر التداول بالعملات الرقمية محذرين من استعمالها في عمليات النصب والاحتيال يعني بالتأكيد هذه السوق العراقي غير متعود عليها وسيتعرض إلى عمليات نصب احتيال في هذه العملية الآن هناك دورة بالبنك المركزي لمدة ثمانة أيام يعقدها صندوق النقد الدولي يحذرون هذه الأملات ويثقف يعني لا يوجد وعي يعني دينارة وخمسة أو عشر صادرة من البنك المركزي هناك شك بها فلا زال العراق يحتاج إلى عملية تثقيفية ودورات تأهيلية حتى يتهيى لهذه العملية من العملات الرقمية ومن خلال البحث عن عمليات شراء العملات الرقمية في العراق تبين وجود صفحات على شبكة الأنترنت تروج لها وتجري عمليات بيع ومضاربة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني وهو ما يصعب عملية السيطرة عليها رغم تحذير البنك المركزي وشمولها بإجراءات قانون مكافحة غسيل الأموال رقم تسعة وثلاثين لسنة الفين وخمسة عشر رغم محدودية التداول بالعملات الرقمية في العراق إلا أن تحركات القضاء والبنك المركزي تأتي لمنع اتساع ظاهرة التعامل بها واستغلالها في عمليات غسيل الأموال لا سيما مع استشراء الفساد في البلد وفق خبراء الاقتصاد أسعد زلزلي الحرة